الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن الله تعالى لما ذكر قصة زكريا ويحيا وما فيها من العجائب حيث ولد يحيا مع كبر سن والده زكريا ومع كون أمه عاقرا فهذه آية عظيمة حينئذ ذكر الله جل وعلا قصة مريم التي جاء فيها عجب عظيم ألا وهو أنها ولدت من غير أن يأتيها زوج ولا غيره فكانت قد أحصنت فرجها فقدر الله جل وعلا أن يأتي لها الولد بدون أن يكون ذلك ناتجا من سبب معهود يعهده الناس ولذا قال تعالى واذكر في الكتاب أي ذكر الناس وعرفهم بقصة عظيمة وردت في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم ألا وهي قصة مريم عليها السلام حيث نوها الله جل وعلا بذكرها وأثنى عليها وبين نزاهتها ورفع مكانتها حيث ذكر قصصها في عدد من آيات كتابه ومن ذلك ما ذكره الله جل وعلا في هذه السورة حيث قال إذ انتبذت أي ابتعدت وذهبت إلى مكان بعيد من أهلها في مكان شرقي أي في الجهات الشرقية وكانت هذه الجهة جهة معظمة عندهم وذلك أنهم يعظمون التوجه للشرقي فاتخذت من دونهم حجابا أي أرادت أن تتقرب لله بأنواع العبادات فسترت نفسها بنوع من أنواع الحجاب إما بجدران أو برواق أو بشيء من أموري من الحواجز الطبيعية قال تعالى فأرسلنا إليها أي أمرنا جبريل أن يأتي إليها فأرسل الله جل وعلا جبريل كما قال فأرسلنا إليها روحنا وسمي جبريل بهذا الاسم لأن الله قد وكل به إنزال الوحي الذي به حياة القلوب وروحها فتمثل لها أي جاءها بصورة رجل سوي من البشر فقال فتمثل أي تصور وتشكل بصورة بشر أي صورة رجل سوي أي كامل الخلقة لا يرى ولا يشاهد عليه أثر من آثار الفسق والمعصية فحينئذ خشيت منه من جهة بينما حاله وظاهر شكله يدل على أنه من أهل التقوى ولذلك تعوذت بالله منه فقالت إني أعوذ بالرحمن منك أي ألتجو إلى الله وأحتمي به سبحانه فخف من الله أن تقربني خصوصا أن منظرك وهيئتك على هيئة الصلاح والتقوى فما كان من الملك إلا أن قال لها إنما أنا أي مهمتي محصورة في كوني قد أرسلت من عند الله جل وعلا فأنا رسول ربك إلهك الذي خلقك من أجل أن يهبك الله غلاما زكيا فالله قد قدر لك أن تلدي بالغلام الطاهر الزكي فحينئذ تفاجأت بهذه المقالة فقالت أنا يكون لي غلام كيف يكون لي غلام وكيف ألد وأنا لم يمسسني بشر لم يقربني رجل لا بزواج ولا بغيره ولم أكو بغيا وليس من شأن أني من البغايا اللواتي يأتيهن الرجال الأجانب ومن ثم قد تحمل مما ينزل من الرجل ولو نزل على فراش ونحوه فقال الملك كذلك أي هذا الأمر وهذا التقدير من عند رب العزة والجلال فالله هو الذي أمر بذلك بأن يهب لك غلاما زكيا فقال والله جل وعلا لا يصعب عليه ذلك فهو كما خلق آدم من غير أبوين وكما يسر إثيانا يحيا لوالد كبير ووالدة عقيم فإنك لا تستغربين أن يقدر الله جل وعلا عليك الولد بدني أن يكون هناك زوج ولا يكون هناك بغي ولذا قال قال ربك هو علي هي وهناك حكم عظيمة من ذلك ولذا قال ولنجعله آية للناس أي أن تقدير هذا الأمر ليكون علامة واضحة ودليلا وبرهانا على قدرة رب العزة والجلال وفي نفس الوقت هو رحمة من عند الله جل وعلا فهو رحمة بنفسه إذا أصبح نبيا من أنبياء الله من أولي العزم ورحمة بوالدته التي نوها بذكرها ولا زال الناس يعرفونها ويعرفون فضلها وهو رحمة للناس الذين في عهده ومن آمن به من بعد عهده بما أنار لهم من الطريق إلى الله جل وعلا وكان أمرا مقضيا أي هذا التدبير بأن تحملي بهذا الغلام من أوامر الله جل وعلا التي قدرها الله وقضاها ومن ثم لا مناصة من ذلك فحينئذ حملته مباشرة بمجرد أن بمجرد أن نفخ فيها من كلمة الله عز وجل فانتبذت به أي ابتعدت وحاولت أن لا تلقى أحدا من قرابتها فانتبذت به مكانا قصيا أي محلا بعيدا من أجل أن لا يشاهدها أحد وهي تحمل بهذا الغلام في بطنها فأجاءها المخاض ألفاء هنا للتعقيب ولذا قال بعض المفسرين بأن حملها لم يستمر وقتا طويل فأجاءها المخاض أي فاجاءها وآتاها على حين على حين لم تكن تستعد فيه للمخاض والمخاض هو الولادة فحينئذ ألجاها ذلك إلى أن تكون بجوار جذع نخلة والنخلة شجرة التمر وجذعها هو أصلها الذي يربط ما بين فروعها والأرض وحينئذ جاءت تحت جذع النخلة ومن المعلوم أن جذع النخلة عسير صعب لا يستطيع أحد أن يحركه حينئذ لما شاهدت أنها ستلد خشيت على نفسها من قالت السوء وقدرت بماذا يجابهها قومها وقرابتها وقد جاءت إليهم بمولود وحينئذ انطرقها من الحزن من الحزن والخوف مما يأتي شيء كثير ولذلك تمنت الموت لعدم معرفتها بعواقب الأمور ولعدم معرفتها بما سيقدره الله جل وعلا فقالت يا ليتني أي تمنت أن تموت يا ليتني ميت قبل هذا أي قبل ولادة هذا المولود لأستريح من كلام الناس ومن تعييرهم ومما قد يكون في مستقبل أيامي وكنت نسيا منسيا أي كنت شيئا يسيرا مثله ينسى وقد نسيا فإن الأشياء التافهة إذا لا يلتفت إليها الناس ومتى تركوها نسيانا لها لم يأبهوا لها فتمنت أن تكون كذلك ولم تعلم بأن الخير فيما قدره الله لها وبأن ما كان من شانها فإنه سيكون سببا لتنويه للتنويه بذكرها وبقائه إلى قيام الساعة فناداها قيل ناداها الملك من تحتها لأنها كانت في ربوة وكان في أرض منخفضة وقيل بأن الذي ناداها هو ابنها حينما خرج من بطنها فناداها أن لا تحزني أي لا تتألمي لما كان من حالك ولا يلحقك شيء من التأسف والأسى بسبب هذه الولادة فإن الله جل وعلا قد قدر ذلك ثم قال قد جعل ربك تحتك سريا أي أن الله جل وعلا أجرى نهرا تحتها تتمكن من الشرب منه بدون أن يكون عليها أدنى كلفة فهذا آية عجيبة قدرها الله لها من أجل أن يطمئن قلبها ومن أجل أن لا تحزن ويلحقها شيء من الخوف والأسى وقال لها هزي إليك بجذع النخلة أي حرك جذع النخلة وجذع النخلة في الأصل صلب متين والمرأة الوالد يلحقها من التعب والعجز ما يجعلها تعجز عن تحريك الشيء اليسير فكيف تحرك جذع النخلة وما ذاك إلا أن الله جل وعلا أراد أن يعلم الناس أن النتائج لا تكون إلا بأسباب ولو كانت بأسباب ضعيفة ولذا قال لها هزي أي حرك إليك بجذع النخلة أي حركه جهتك تساقط عليك رطبا جنيا أي يكثر ما يسقط منها من الرطب من ثمرها من التمر الذي جني حديثا وجنيا إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون مجموعة وإما أن يكون رطبا جنيا أي الآن قد جنيا وخريفا من نخلته فقال لها كلي من ذلكم التمر واشربي من ذلكم النهر وقري عينا أي اعلمي بأن العقبة ستكون حميدة وهنئي بحالك وحينئذ أنت تخشين من البشر وكلامهم فإذا رأيتي من البشر أحدا فأشيري إليه وقولي إني نذرت للرحمن صوما وكان من شأنهم أن يصومون عن الكلام ولذا قالت فلن أكلم اليوم إنسيا بمعنى أنها لن تحادث أحدا من الخلق من البشر وفي هذا استدراك لأنها قد تحدث أحدا من الملائكة فأتت به قومها أي حملت مريم عليها السلام عيسى فذهبت به إلى قومها وقرابتها تحمله لبيان أنه لا زال في المهد وأنه لم يجري بعد وكونه تكلم لا يعني أنه كان يمشي فلما رأوها وقد جاءت حاملة لهذا الطفل قالوا لها يا مريم لقد جئت شيئا فريا أي حصل منك فعلة شنيعة وأمر عجيب كيف تأتين بولد وهذا من أمور الفرية تفترين على نفسك بالإتيان بولد وتكونين سببا من أسباب حديث الناس عنك بهذا الولد وحينئذ قالوا يا أخت هارون ومعنى أن هناك من هو أخ لها اسمه هارون غير النبي الأول الذي هو أخ موسى فكان هارون أخا لها فقالوا لها ما كان أبوك امرأ سوء أي أنه لا يعرف عن أبوك سيرة سيئة وإنما هو من الصالحين وهكذا أمك لم يكن من شانها إلا السيرة الطيبة ولم يعرف أنها بقي تتجاوز لأن تمكن الرجال لا جانب من نفسها فذلك لم يكن من شانها فإذا كان أمرهم كذلك وكنت ابنة لزكالي عمران وابنة لزوجته أولئك الأطهار الذين ذكر الله كصتهم في سورة آل عمران فكيف يأتي منك الولد وحينئذ أشارت إليه فلم تكلمهم وكأنها أشارت إلى أنها قد صامت عن الكلام في ذلك اليوم وأشارت إليه من أجل أن يخاطبوه وأن يتكلموا معه فقالوا لها كيف نكلم من كان في المهدي الصبي كيف نراد الحديث مع الصبي الصغير الذي لا زال في المهدي وهو مولود حديث فما كان من عيسى عليه السلام إلا أن تكلم فقال إني عبد الله لتكون أول كلمة قالها إقرار بتوحيد الله جل وعلا وبعبوديته لله عز وجل ليرد مقالة أولئك الذين يفترون عليه ويغلون فيه وينسبون إلى الله جل وعلا فقال إني عبد الله آتاني الكتاب أي أنه جعلني من الأنبياء وجعلني نبيا فأعطاني وأنزل علي كتابا ألا وهو كتاب الإنجيل وجعلني مباركا أي أن كل تصرف أتصرفه يترتب عليه نتيجة خير لمن تصرفته معهم ولذا كان يبرئ الأكمه والأبرص بل كان يحيي الموتى وجعلني مباركا أينما كنت أي في أي مكان أذهب إليه وأوصاني يعني أن الله جل وعلا قد أمره بالصلاة والزكاة قيل دفع جزء من المال وقيل طهارة النفس ما دمت حيا أي ما دمت على هذه الأرض وأمرني رب العزة والجلال بالبر بوالدتي ولذا قال وبرا بوالدتي أي أحسن إليها وأقوم بحوائجها ولم يجعلني جبارا شقيا أي لم يجعلني متكبرا شقيا أبحث عن الشقاء لنفسي أو لغيري ولذا قال والسلام علي يوم ولدت أي السلامة من الشياطين ومن الشرور ومن المنكرات عليه يوم ولد وكذلك السلام عليه يوم يموت بحيث لا تتمكن الشياطين من إغوائه وصده عن التوحيد والسلام عليه يوم يبعث حيا بحيث يسلم من عذاب الله ومن نار جهنم وقال هنا السلام بالتعريف بينما في يحيا قال سلام لأن عيسى عليه السلام من أولي العزم ومن خواص الأنبياء وله من المكانة ما ليس ليحيا ثم قال تعالى ذلك عيسى بن مريم أي من تكلمنا عنه وذكرنا سيرته وهو ذلكم النبي عيسى بن مريم وهذا القول الذي ذكرناه هو قول الحق فيه فهو عبد من عباد الله أتت به مريم عليها السلام بوحي من عند الله جل وعلا فهذا هو عيسى الذي فيه يمترون أي يشكون في حاله ويختلفون ويضطربون فإنه ينبغي أن يتقرر لديكم أن الله لا يحتاج إلى أن يكون له ولد فإن الإنسان يحتاج للولد من أجل أن يعينه والله قادر قوي لا يحتاج إلى من يعينه والإنسان يحتاج للولد ليبقى ذكره لأنه سيموت بينما الله جل وعلا حي لا يموت أبد الآباد وبالتالي لا يحتاج إلى أن يكون له ولد ولذا قال سبحانه أي تنزه جل وعلا مما قالت أولئك الكافرين حينما نسب إلى الله الولد فإن الله جل وعلا لا يعجزه أن يجعل مريم تاتي بعيسى بدني أن يكون له أب فإنه إذا قضى وقدر أمرا أي تقديرا فإنما يقول له كن فيكون فالله جل وعلا هو المدبر لهذا الكون وإن الله ربي وربكم إما أن يكون ذلك على لسان عيسى قاله لقومه ليبين أنه عبد من عباد الله وأن الألوه يتحق لله وإما أن يكون الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده لمن تلى هذا الكتاب ولذا قال وإن الله ربي أي هو الذي خلقني وهو الذي يتولى جميع شؤوني وهو كذلك ربكم ولذلك فاعبدوه أي اجعلوا العبودية له وحده فلا تعبدوا أحدا سواها وفي هذا دليل على انقسام التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فإن قوله ربي وربكم هذا توحيد الربوبية وقوله فاعبدوا هذا توحيد الألوهية وفيه دليل على أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية ثم قال هذا صراط مستقيم أي أن المنهج واضح لعوجاج فيه يوصل إلى الله وإلى رضاه ومن ذلك الإقرار لأنبياء الله بأنهم عباد من عباد الله كرمهم الله جل وعلا بالوحي فما كان من الناس إلا أن اختلفوا في عيسى فاختلف الأحزاب من بينهم فاليهود قالوا بأنه ابن بغي وتكلموا عليه بالسوء والنصارى اختلفوا فيه فمنهم من قال بأنه الله ومنهم من قال هو ابن الله ومنهم من قال ثالث ثلاثة فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أي من يوم القيامة الذي يشهدون فيه العذاب الشديد والأهوال المتتابعة فويلهم من ذلكم اليوم أسمع بهم وأبصر أي ليكن من شانك كأنك تشاهدهم وقد اضطربت أحوالهم واختلفت أمورهم ولحقهم العذاب الشديد أو أن المراد أنهم في ذلك اليوم يكونون على أعلى درجات البصر والسمع فيشاهدون عذاب الله ويشوى يسمعونه وبالتالي يتحسرون على تفويتهم التذكر في الدنيا وعدم إشغال وإعمال سمعهم وبصرهم يوم يأتوننا أي في ذلكم اليوم العظيم يوم القيامة لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين الذين ظلموا أنفسهم إنما هم في ظلال بعيد أي ابتعدوا عن طريق الحق وسلكوا طريق الظلالة ومن ثم تركوا عبودية الله جل وعلا ولذا خاطبه الله جل وعلا فقال له أنذرهم أي حذرهم من الأهوال الشديدة والعذاب العظيم في يوم الحسرة وهو يوم القيامة سمي بهذا الاسم لأن الناس يتحسرون على ما فاتهم من الدنيا فالمسيء يتحسر أن لا يكون قد أحسن والمحسن يتأسى أن لا يكون قد ازداد من الإحسان وفي ذلك اليوم إذ قضي الأمر أي انتهت الأمور أمور الحساب وأن سيعرض الناس على حسابهم وهم مستمرون في دنياهم في غفلة أي في إعراض عن الاستعداد ليوم القيامة وهم مستمرون على عدم الإيمان ولذا ذكر الله جل وعلا بأن جميع من في الأرض سيتركونها ولن يستمروا فيها ولذا قال إنا نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون فهذه الأرض ملك لله وسيتركها من يملك أجزاء منها من الناس وسنريث جميع من فيها من المخلوقات وحينئذ يرجعون إلى الله ويعودون إليه ليحاسبهم على أعمالهم ويعرفهم بما أقدموا عليه من فعل حسن أو سيء فيعاقبهم أو يثيبهم بناء على ذلك وفي هذه الآيات فوائد وحكم كثيرة وأحكام متتابعة فمن ذلك فضل مريم عليه السلام حيث نوها الله جل وعلا بذكرها وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قادر على أن يجعل عيسى من أم بدون أب بأن ينفخ بالروح في روع والدته وفي هذه الآيات أن الإنسان إذا خشي من أحد ينبغي به أن يتعوذ بالله منه ليكون قد لجأ إلى الحصن الحصين عند رب العزة والجلال وفي هذه الآيات أن الإنسان إذا طلب الولد ينبغي به أن يطلب صلاحه كما يطلب وجوده وفي هذه الآيات أن الولد في العادة لا يكون إلا مما الرجل ولا يمكن أن يحدث ولادة بدون أن يكون هناك شيء من الرجل وفي هذه الآيات قدرة رب العزة والجلال حيث لا يعجزه شيء ومن ذلك قدرته على خلق عيسى من غير أب وفي هذه الآيات فضل الله على الخلق ببعثة الأنبياء عليهم السلام ليكونوا نورا وهداية ومصباحا خير للخلق أجمعين وفي هذه الآيات استدل بهذه الآيات على أن المرأة الوالد إذا أكلت التمر فإنها تنتفع به ويكون ذلك من أسباب ارتفاع ما فيها من آثار الولادة وفي هذه الآيات أن العبد لا ينبغي به أن يحزن أو يكره ما قدره الله جل وعلا عليه إذ قد يكون فيه من الأسرار والحكم ما يخفى على الإنسان وفي هذه الآيات ما آتاه الله جل وعلا لمريم عليها السلام من العلامات الواضحة من جريان النهر تحتها ومن تساقط النخل من جذعها بالهز اليسير منها ومن الآيات حديث ابنها عيسى عليه السلام وفي هذه الآيات أن الأصل في المطاعم والمشارب الحل والجواز ولذا قال فكلي واشربي وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يرضى بقضاء الله جل وعلا وقدره وأن لا يحزن أو يتكدر من شيء من أقداره وفي هذه الآيات أن من أنواع الصوم التي كان يتقرب بها من قبلنا ترك الكلام ولكن هذا قد نسخ في شريعتنا المباركة فقد جاء أبو إسرائيل فقد وقف أبو إسرائيل في الشمس فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يجلس وأن يستصبح فلا يستضل وأن يسكت وأن لا يتكلم وأن يصوم فلا يفطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستضل وليتكلم وليتم صومه فدل هذا على أنه لا يصح للإنسان أن يتقرب لله بهذه العبادات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقرب لله بها وفي هذه الآيات أن من كان من أهل الخير والصلاح فإنه يؤمل في أبناءه أن يسر على طريقته ولذلك اعترضوا على مريم بصلاح أبويها وفي هذه الآيات أنه لا ينبغي بالإنسان الاستعجال في الحكم على الآشياء حتى يتعرف حقيقتها ولذا لما استعجل قوم مريم فقالوا لها لقد جئت شيئا فريا كان ذلك من الأمور التي تخالف ما ينبغي بهم حيث تعجلوا في الحكم قبل أن يعرفوا حقيقة الأمور وفي هذه الآيات أن عيسى عليه السلام عبد من عباد الله وإنما شرف بإنزال الكتاب وشرف بالنبوة وفي هذا دليل على أن زمن بعثة الأنبياء ليس واحدا وأنهم يتفاوتون في ذلك وفي هذه الآيات أن بعض الناس قد يكون مباركا فيكون الخير والنفع معه أينما كان وفي هذه الآيات أن الصلاة والزكاة كانت مشروعة على الأمم السابقة قبلنا وفي هذه الآيات الترغيب في بر الوالدين والحث على الإحسان إليهما وفي هذه الآيات نهي عن التجبر والتكبر والترفع على عباد الله وفي هذه الآيات أن نهي عن أن يكون الإنسان سببا للشقا لنفسه أو لغيره وفي هذه الآيات سلامة عيسى من كل مكدر له في يوم ولادته ويوم بعثته ويوم وفاته وعيسى لن يموت إلا في آخر الزمان إذ إنه رفع وسينزل في آخر الزمان فيموت بعد ذلك وفي هذه الآيات التعريف بحقيقة عيسى عليه السلام وبطلان قولي من غلى فيه أو تكلم بالسوء والبهتان عنه وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا واحد وليس له ولد ولا يحتاج إلى أن يكون له ولد وقوله ما كان لله يعني ما كان ينبغي لكم أن تثبتوا لله أنه يتخذ ولد وقوله من ولد ولد نكرة في سياق شرط أو سياق نفي فكانت عامة وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالعبد أن ينزه الله عن كل ما لا يليق به من الصفات وفي هذه الآيات عموم قدرة الله جل وعلا وأنه إذا قضى بأمر فلا بد أن يقع ولا محاله وفي هذه الآيات أن الرب المنعم هو الله جل وعلا فهو الذي ينعم على البشر كلهم بصنوف النعم وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة فلا يعبد أحد سواه وفي هذه الآيات إثبات نوعي التوحيد توحيد الربوبية في قوله ربي وربكم وتوحيد الولوهية في قوله فاعبدوه وفيها أن توحيد الربوبية طريق ودليل لتوحيد الولوهية وفي هذه الآيات أن طريق الحق والهداية طريق مستقيم يوصل إلى الله وإلى رضاه وإلى جنته بدون أن يكون فيه إعوجاج وفي هذه الآيات أن الأمم يختلفون في عيسى فمنهم من يجفو عنه ومنهم من يغلو فيه والصواب في ذلك مقالة الحق وهو أنه عبد لله ونبي من أنبياه ورسول من أولي العزمي وفي هذه الآيات أن الكافرين يلحقهم العذاب الشديد يوم القيامة فيشاهدون أهوال يوم القيامة ويكونون على أعلى درجات السمع والبصر ليكون ذلك من أسباب حسرة نفوسهم وفي هذه الآيات تحريم الظلم وبيان أنه من أسباب الظلال والابتعاد عن الحق وفي هذه الآيات أنه ينبغي تذكير الناس بيوم الحساب ليكون ذلك من أسباب استعدادهم لألا تلحقهم الحسرة بسبب غفلتهم في الدنيا وفي هذه الآيات أن المعاندين المعارضين يستمرون على غفلتهم بحيث لا يستجيبون لداع الإيمان ولا يدخلون تحت لواء الإسلام فيكون ذلك من أسباب نزول العقاب الشديد بهم في الدنيا والآخرة وفي هذه الآيات أن الخلق سيذهبون من هذه الدنيا ولن يبقى فيها أحد ومن ثم يريثها الله جل وعلا وأما العباد فإنهم يعودون إلى الله فيحاسبهم على أعمالهم وحينئذ يستعد الإنسان لآخرته ولا تكن نظرته مقتصرة على الدنيا فإن الدنيا مزرعة الآخرة وإنما يكتسبها الإنسان ويسعى في تحصيلها لتكون معينة له على أمر الآخرة بارك الله فيكم ووفقكم للاستعداد ليوم المعاد وجعلكم من عباده الصالحين وحزبه المتقين وأوليائه الناجحين كما سأله جل وعلا صلاحا لأحوال المسلمين واستقامة لها وفهما للجميع لكتاب الله عز وجل وعملا بما فيه كما سأله جل وعلا لولاة المسلمين في كل مكان أن يكونوا من أسباب الهدى والخير والصلاح ونسأل ونسأل الله جل وعلا أن يبصر الناس بحقيقة عيسى عليه السلام قول الحق الذي فيه يمترون وأن يعرفهم بأنه عبد من عباد الله ونبي من أنبياء الله أسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا وصلاحا وسدادا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين